وفي الوقت الذي تؤكد فيه مصر احترامها الكامل للمهاجرين واللاجئين الباحثين عن حياة أفضل تؤكد مصر أيضا رفضها الكامل لظاهرة الهجرة غير المشروعة وفي هذا الإطار بذلت مصر جهودا حثيثة لوقف تطفقات الهجرة غير المشروعة محليا وعالميا وضمان معاملة اللاجئين كنظرائهم المصريين مكافحة الهجرة غير المشروعة ودعم اللاجئين ملف تصدر أولويات مصر محليا وعالميا فوضعته على أجندة عملها بسياسات ورؤية ناجحة وفاعلة نالت إشادات المجتمع الدولي فمع تفاقم الأخطار الناتجة عن هذه الظاهرة عالميا وانتشارها أفريقيا عبر الساحل الشمالي للقارة أصدرت مصر قانون مكافحة الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين عام 2016 لتجريم كافة أشكال التهريب ومواجهة التنظيمات الضالعة فيها القانون تضمن أيضا إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والإتجار بالبشر والتي قامت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير المشروعة 2016 إلى 2026 بهدف مد جسور التعاون بين الأطراف الوطنية والأطراف الإقليمية والدولية كما أعادت اللجنة الوطنية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة أول خريطة لمصر تتضمن المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير المشروعة للمساعدة على سهداف تلك المحافظات في العمليات الأمنية والتوعوية ذات الصلة وعلى الصعيدان الإقليمي والدولي شاركت مصر في إعلان روما لمساعدة دول القرن الأفريقي في تلك الأزمة كما انضمت مصر للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بنهاية عام 2018 جهود حثيثة أصفرت عن عدم خروج مهاجرين بطرق غير مشروعة عبر الحدود المصرية منذ سبتمبر 2016 وحتى الآن وللبناء على ذلك النجاح أطلقت الدولة مبادرة مراكب النجاح في نهاية ديسمبر الماضي للتوعية بمخاطر تلك الظاهرة ومعالجة مسبباتها وفيما يتعلق باللاجئين تحرس الدولة على مواصلة التعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حيث تصديف مصر عدة ملايين ممن ترفض تسميتهم بلاجئين بل ترقبهم بضيوف مصر توجه ومنهج واضح للدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها للتعامل مع ضيوفها دون تمييز وإدماجهم في المجتمع مع الحرص على استفادتهم من كافة الخدمات الأساسية والاجتماعية وضمان حرية حركتهم دون عزلهم في مخيمات أو معسكرات للإيواء